السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على CIC BIM بروتوكول. CIC دي اختصار CONSTRUCTION INDUSTRY CONSUL وهي عاملة بروتوكول ينظم العود بتاعت البيم يعني CIC BIM بروتوكول ده خاص به زي عقد بين المالك وبين الناس اللي تعمل موديل البيم. اتفاق قانوني وبيتم ذكره في العقد بحيث ان هو يكون لها اولوية على اي كلام تاني يتقال في اي ورقة تانية. هو عبارة عن بعض النقاط بنبدأ نشوفها مع بعض. ونبدأ نعدل فيها زي ما احنا عايزين. ونقدر نكتب اسامي الاشخاص اللي هيشغلوا في المسؤولين عن الموديل. ونقدر نحدد بعض الصلاحيات او نقلل بعض الصلاحيات. هو بيكون من تعريفات وتحديد الاولويات وسائق العقد. وتحديد التزامات صاحب العمل. وتعيين مدير المعلومات هيب امين. وتحديد واجبات والمسؤولية لمدير معلومات البيم. وتحديد التزامات اعضاء فرير المشروع. وتوفير اطار لممارسة العمل التعواني. وتبادل البيانات الالكترونية. واستخدام النمازج وتحديد الحقوق الاستخدام والترخيص المتعلقة بالاغراض المسموح بها. والكيود المفروضة على المسؤولية. وهو مركز على ليفل 2. ليش على ليفل 3. الفرق بينهم ايه? الفرق بين ليفل 2 وليفل 3. ان ليفل 2 بيكون كوليبريتف بيم. انما في يعني بيبقى في تعاون بيبقى في كزا موديل وبنبقى تعاون مع بعض. انما في المستوى التالت هو موديل واحد. كلنا شغالين عليه. ممكن يكون نشغالين في كتر من دولة. وكلنا بنتبادل معلومات سوى 4D او 5D كل حاجة موجودة في الموديل دوت. فهو البروتوكول دوت بيوفر المعلومات اللي حممكن نفكر فيها ترخيص النموذج الغرض المسموح به. بدل ما يبقى فيه مشاكل. من الاول كده هنحدد مثلا مستوى التفصيل جدوى الانتاج والتسليم. عقد قانوني. عكس بنحدد بعض النقاط. تمام? بس ما بقى اش زي محامي بقى بيكتبوا كده. لا بيبقى معلومات تقنية شوية. هنا بيبقى معلومات لا قانونية اكتر. وتقدر تتعدل فيه. ممكن انت تتعمل واحد من اول خالص. بس ممكن تفرق معك في الكلمة تفرق معك في جملة في نقطة ما تقولهاش فانت لما ترجع للسي او سي بيم بروتوكول بيسهل لك شغل كتير جدا. بيسهل لك وقت. ويعمل لك حاجة كويسة. هو خاص ببريطانيا. بس هنفيش منع ان انت تستخدمه في اي بلد من البلاد وان انت تعتمد عليه. السي او سي بيم بروتوكول ده الاصدار التاني. اللي صدر 2018. كان فيه واحد تاني اصدار اول كان صدر في 2013. فهو انا في الاول بشكر الناس اللي شغلو في التصوير السي او سي بيم بروتوكول. في الاول كان صدر 2013 بعد كان 2018. وبعد كان بيتكلم على البروتوكول دوت. وبعد كان بيقول لي ايه التغيرات اللي حصلت. يعني فيه بعض الحاجات مثلا اضيفة جديد زي مثلا مصفوفة المسئوليات. وبعد كان هو اتكلم على بيم بيستوشن بلان بطريقة اكتر. السيكورتي. وهنا بيقول لك بقى ان انت هتلاقي ملحقات موجودة. زي مثلا مصفوفة المسئوليات. المصفوفة بتتكلم عن الاي اي ار. تتابع لكود البي اس 1892 جزء الثاني. وبتكلم على الابليكيشن اللي انشغل به. وهنا بعض التعريفات اللي تحل المشاكل ممكن يكون فيه اختصار معين ليه اكتر من معنى او فيه معلومة معينة ممكن يكون بشواضحة فهنا بيوضح لبعض المعلومات ديات. اه طريقة الكوردينيشن وطريقة حل المشاكل. طبعا انت تقدر تعمل اه دونلود للكلام دوت وتقدر تعدل فيه براحتك. يعني ممكن بشكل عد زي بعض دي بتختلف يعني البي بيم بروتوكول دي هتختلف من مشروع لمشروع بس لما انا بامشي بيها وبتحصل اي مشاكل نرجع لها تمام. ممكن مثلا المالك يشتريت في البي بروتوكول انه هو اللي 24 ساعة السبعة ينفي الاسبوع يقدر يدخل ويشوف الحاجة اللي هو عايزها تمام يقدر شوف الموديل معمول له update في نفس الوقت تمام او او مسلا يقدر يشوف في اي وقت يقدر شوف الموديل اونلاين مش لازم يتصل بيوم ويعمل اجتماع ممكن تكتب في العقد هنا بقى بيبدأ يشوف ايه ايه مسئوليات المالك وايه الحاجات اللي المالك لازم يكون لدي صراحات عليها اعضاء الفريق هيشتغله ازاي طريق التبادل الملفات استخدام المعلومات من اللي محقق ان هو استخدم المعلومات الصراحيات ممكن مسلا انا عسابي المثال يبقى مكتوب في العقد مسلا ان اللحاجات دي شرط اساسي انها متحطش على سيرفر في امريكا لان الامن والموضوع هناك متسهل في شوية في دول تانية لا اا اا عقوبة او جرام لو حد تصرب معلومة معينة من قلب السيرفر ده عسابي المثال ده ده بتكلم على عقد حيي فانت انا بتبدأ تشوف ايه اللي انت عايزه في السيرفر بتبدأ تكتبه بتبدأ تشوف لو في اي حاجة بشواضحة تبدأ تكتبها مسلا كومن داتا انفيرومينت مانصود به ايه ممكن تشتريت مسلا ان هو يكون موجود اونلاين او التطبيق معين ممكن تكتب اسم تطبيق معين لازم ما احنا نشغل به لان حاس ان هو مسلا سهل عليه الشغل فده الاسلوب ده بيسهل كتير اوي بعد كده مسلا بنكتب ايه المطالبات المالك اللي حيات لو عايزها ممكن تكتب هنا مسلا خمسة صفحات حيات معين عملها البيمكسوشن بلان تكتب المعلومات الخاصة بالبيمكسوشن بلان بعد كده هنبدأ ان بعض المعلومات الخاصة مثلا لفل ديفينيشن السوفتووير الكوردينيشن كل المعلومات دي بتملاها وبنكتب كاف العاد الرئيسي ان لو حصل تظارف المعلومات المرجع الرئيسي بتاعنا ايه هو الوصيح قضية اللي هي C-I-C-Bain Protocol لما يمكن تكون مسلا فيه ورقة تانية مسلا تعمل غلط بحاجة معينة فهنا بنرجع لها هنا مسلا بنقول ان احنا الاستندار بتاعنا هيبقى بص 1292 ممكن واحد تاني يغير فيها من اتنين لخمسة ورغم ان هو يعني اساسي في بريطانيا بس ما فيش مشكلة لهم تسهدونت في اي بلد من البيت بدلا بتكتب حجم السفر وكون في معلومة فيها نقصة فده هيسهل لك كتير تقدر تحط التملة بس الفراغات تعرف ايه النقط اللي نقصة ممكن تقعد بفترة تعملها يعني انت ممكن تكتب واحدة او تاخد واحدة تكون جاهزة وتبعتها مثلا للمالك فالاستشار بتاع المالك يعدل فيها وبعد كما تكون شغل بتأسر مع كلا شركة فكل شركة فيهم عادي جدا انها تبعت لك منحوظة انها في كلمة معانا عايزة تغيرها او في كلمة فيها غلط او التاريخ مش بالنسبها من حد ما تستكروا على حاجة معانا ولما تستكروا عليها تلتزم بها كلكم وتبدأ وتشغلوا بها موسيقى